التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل خلال الاجتماع تم استعراض ما تم تلفيده من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية وأسهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية خلال العام الماضي بنحو 500 مليون دولار حيث تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض والتي يعتمد على استيرادها بشكل رئيسي والعمل على توطين ذلك وتلك المستحضرات وذلك من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية